اشتركوا في القناة وفي مقدمتها قضية التغير المناخي وذلك من خلال تعزيز القيم الإنسانية التي تحس على حفظ البيئة وحمايتها من الأضرار المتزايدة وأوضح معاليه بأن هذا الدور ينطلق من التعاليم الدينية والروحية التي تعتبر الأرض والبيئة أمانة ينبغي الحفاظ عليها لحياة أفضل للأجيال القادمة وللبشرية جمعاء مشيرا إلى أن التكاتف بين الأديان يمكن أن يسهم في نشر الوعي البيئي العالمي وتوحيد الجهود للتصدي للتهديدات وأضاف معاليه أن هذه القمة تعتبر ملتقا نوعيا لتبادر الأفكار والتجارب ومبادرة مهمة لإشراك القيادات الدينية في مناصرة قضايا المناخ مؤكدا أن الدين والقيم والأخلاق تعتبر أساسا صلبا وفعالا في دعم القضايا العالمية من خلال المواءمة بين الضمير والتوجهات العملية منوها لأهمية عقد فعاليات دينية منتظمة بين ممثلية ديانات والمعتقدات المختلفة للتعبير عن موقف موحد ومتفق عليه لشأن المشاكل التي تهدد العالم الحديث اشتركوا في القناة